إجراءات أمنية مشددة يشهدها مطار بنغوريون الدولي في إسرائيل تحسباً لوصول ناشطين دوليين مؤيدين للقضية الفلسطينية إلى المطار وبناء على ذلك سلمت السلطات الإسرائيلية شركات طيران قائمة بأسماء مئات الأشخاص غير المرغوب فيهم على حد وصفها لمنعهم من الوصول إلى المطار بالنسبة للأشخاص القادمين بكل هدوء وبدون إثارة حوادث استفزازية فسيسمح لهم بالدخول أما بالنسبة للأشخاص الذين تم اعتقالهم بالماضي فلن يسمح لهم بالدخول لدواع أمنية في تلك الأثناء طالبت حركة حماس السلطات اليونانية بالسماح بانطلاق سفن الحرية من الموانئ اليونانية باتجاه قطاع غزة بهدف إصال مساعدات إنسانية إننا ندعوكم للسماح بانطلاق سفن أسطول الحرية التي تحمل هدفا إنسانيا ساميا وهو كسر الحصار غير القانوني ويتهم منظم أسطول الحرية ثانية سلطات اليونانية بالإذعان للضغوط الإسرائيلية الهدفة إلى منع وصولهم إلى القطاع في إطار مهمة إنسانية